اشتركوا في القناة استفتره عن سبب الدخول وأنه لا يحق له ذلك وهو ما لم يتقبله الأب ودخل معه في مشادة كلامية تطورت إلى شجار سقط على إتره الأستاذ نظرا لحالته الصحية وهو ما استدعى نقله في سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات وفي هذا الصياق أوضح المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنجى أصيلة أن الأب اعتدى على أستاذ في وقت التحاق التلاميذ في الساعة الثانية زوالا وتم نقله للمستشفى والمديرية دخلت على الخط من أجل حماية الأستاذ وشدد المدير الإقليمي في نفس التصريح على أن المديرية ستتابع الملف وأن الدرك الملكي يقوم بدوره في الملف حيث ستقدم له شهادة طبية في الموضوع من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وعن صحة الأستاذ حاليا أكد المسؤول نفسه على أنه من خلال مكالمة هاتفية مع الأستاذ بالأمس وهذا الصباح يبدو أن حالته الصحية نسبيا مستقرة وتفاعلا مع الموضوع قال الكاتب الإقليمي للأطور الإدارية التربوية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بطنجة أصيلة أن ما وقع بمجموعة مدارس إكوارت وحدة سلاويين جراء الاستخفاف بحرمة المدرسة ودون اعتبار للعاملين بها فبإسم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والمكتب الإقليمي لأطور الإدارة التربوية تنجة أصيلة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نعلن عن أسفنا والسيائنا جراء الهجمات المتكررة على حرمة المدرسة وأعرب المتحدث عن تضامن نقابته الكامل واللا مشروط مع الأستاذ المعنف اشتركوا في القناة